بعد خمس سنوات من إعلان الرئيس بوتفليقة عن إصلاحات سياسية شاملة يصادق البرلمان على الدستور الجديد المصادقة على التعديل تعيدنا إلى كرونولوجيا دساتير الجزائر أول دستور للجزائر كان مباشرة بعد الاستقلال في 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بنبلة أهم ما جاء فيه اعتماد الاشتراكية كخيار سياسي وجمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية الذي خرج من حرب التحرير متمتعا بالشرعية الثورية التعديل الأول للدستور جاء في عام 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بوميديون أين أكد على وضع جميع السلطات في يده في 1989 أجرى الرئيس الراحل شادلي بن جديد استفتاء لتعديل الدستور مباشرة بعد أحداث الخامس أكتوبر 1988 وهو ما يعرف بدستور التعددية الحزبية في سنة 1996 أجرى الرئيس اليمين زروال تعديلات على الدستور تتماشى مع الوضع القائم في تلك الفترة أهم ما جاءت به الوثيقة منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو عرقي وتحديد الترشح للرئاسة بفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فترة حكم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة عرفت ثلاث تعديلات للدستور كانت الأولى سنة 2001 أدخل بوتفليقة تعديلاً وحيداً على الدستور أصبحت الأمازيغية بمجبه لغة وطنية التعديل الثاني في فترة حكم بوتفليقة كان سنة 2008 أبرز ما فيه كسر ما يمنع الترشح للرئاسة لأكثر من عهدتين ليصادق اليوم نواب البرلمان على ثالث تعديل للدستور في عهد بوتفليقة تضمن ثمانية وثلاثين مادة جديدة ومائة واثنى عشر تعديل